شاهدت المقطع الذي قادر أمين عن حزب سياسي هذا الحزب للأسف الشديد كانوا فيه رجالات، كانوا فيه الناس ديالياسا كانوا فيه بحركة الديمقراطين كانوا عندها مشروع محترم ولكن للأسف اليوم مثل هذه القيادة بخصته ونزلته للحضير تقدمون مغاربة بخطاب إيجابي ولكن هذه الشعبوية التي يسلكها الأمين العام هي شعبوية ما زال تسيء العمل السياسي في البلاد وكي يخرج لأنه مقدرش لأنه تحدثت على الدينامية الأحرار مقدرش أنه ميجالي والأحرار في الدينامية مقدرش أنه ميجالي والأحرار في المنهاجية ديال العمل لذلك تحدثت على أنه المشروع دياله ما زال موجد شوران لذلك تحدثت على المشروع المتخابي ومجتمعي كدروا واحد اللجنة الخبراء فيها ليست 17 أحرار ومشروع التصور ديال وردان والألاف 3500 واحد فمئة يوم مئة والدينة زيد عليها 30 ألف واحد ففي اللقاءات الجهوية اللي كنا ندرنا باش نصيرهم مصار ثقة المشروع ديال المصار والمغربة مشروع دياله من يوم كيسر وصبع لا يقدرش يجاريك لا يقدرش يجدين مجلس وطني لا يقدرش يجدين مكتب سياسي لا يقدرش يتواصل لأنه لا يقدرش يتواصل والأحرار مسببين لك حلاقا هذا يعني الحل المشي هو البخسوق على العمل السياسي ونشره مغلطات فأحكي تحدث على حتى هو كيس يتعمل لك المصطلح ديال صحابه ديال 17 مليار على أي 17 مليار تحدث شي مكينش مغلطات بغي يوهم رأي العام اللي هو رأي العام اليوم رواعي عارف رأيك ينساش الناس هدو ما كيعرفوش بأن المواطن المغربين رأيك ينساش لا يمكنش تدوز علي لا يمكنش تجي اليوم تستعمل المصطلحة بذلك الضغط على السلطة واستعمل لمؤسسات لا يمكنش تبين لبارحوا اليوم وتغيرز عنها لا يمكنش هاد شي المغاربة ما كيدوزوش ولا يمكن ليميت لهذا الشخص هذا اليوم يجي يحضر الشرف زعما ما جيتش معاه إذا كانش حزب معين كيتحمل مسؤولياته بخيص العمل السياسي فبون الحزب محترم ولكن بحالة الشخص هذا يوسيقه إلى العمل السياسي هاد الشخص اليوم بغيبني لمشروع دياله ولمصداقية دياله على أحسب ضرب الأحرى علاش لأنه أمين عام مهدد في الدائرة دياله السبب هو أنه في الدائرة دياله اللي كيتتشف فيها اللي هي ترميدانة الشمال يمهدد أنه يطلع ولا ما يطلعش علاش لأنه مقدرش في خمس سنين اللي هو يتواصل عام أنا كان مشيت دائرة وعرفتها الدائرة ديالي اللي كتزدت فيها وكبرت فيها وعندي معها علاقة وكلمشي كنسمع رؤساء الجماعات دياله كيتشكوه منه ما كانش يجوبهم في التليفون ما كانش كيديد دي داك الالتزامات داك اللي تعهود اللي دالعب مع الناس في الحمده دياله موفا بيتشوحدة فيها كينو اعطووا عد كاذبها كينو اعطووا عد أساءتي للعمل السياسي هاد اللي إجرد ديال الممارسات هو اللي كينفر وليوم بعد مره خب السنة واتعاد وشكيه دور تمكي يدين شي دورة بانلي بأنه رأى تقشي رأى ريسكي قال كيفاش غادين دير غادين بني غادين بني بني السؤادين على حسب ضرب لريني وهذا القضية اللي كيقول يالي رجال الأعمال لكن بقول لي غد الساعدة وطيفوها بلي فلا كانش واحد رجل الأعمال اللي انت دير فيك خير وفض كبير هو أخوك رأى أخوه اليوم منسق جاوي وراجل أعمال وهو المموين الأساسي والرئيسي بالعمل سواء في الجهة ولا في المستوى سواء لحشو ما كيضرب منفخوه كيقول ليك رجال الأعمال خطر على خطر على العملية السياسية لأن لك انتصي خالد بوجه ما رجل أعمال فسناحي لدولي هذي الحق الدستوري ديال الممارسة السياسية علش لا لقيا هذا الخطار هو اللي خطير علش لأن فيه الأيرانية ما فيش مصحة البلاد فيه واش نجح أنا ولا ما غنجح فيه واش أنا مهدد ولا ما مهدد وهذا الشيء ولي كينفر شبه ولي كينفر المجتمع المغربي اليوم من العملية السياسية لأن نوع الخطاب البائس ولكن اللي كنقول له لهذه السيدانة وانا غدر كين انتخاب غدر المواطن المغربي واعي هو اللي غايحكم رأى ما غتحكم للسلطة ما غايحكم للحسابات الفيسبوكية الوهنية ما غاد يحكمون الصفحات المدفوعة الأجر اللي غايحكم هو المغربي من اللي غاي يدخل بعزل وغايب أن يشكو اللي خدام عام السنين وشكو اللي مقارات ديالي محلول عام السنين وشكو اللي بنال برنامج انتخابي ديالي ومن خلال تطلعات الحقيقية للمغاربة وشكو اللي كيلقاوا المغاربة في وقت الحزاب وشكو اللي جادي اللي كاه وشكو اللي برنامج انتخابي كانت أولمساهم في سندوق كوفيد بمليار دليم برنامج انتخابي وشكو اللي هما الوزراء اللي كانوا في الموعيد رادو عليه إخوان الفر أخبر بمالي سيب الشعبون في وزارات الصحة كان قطور ديالي اللي مديرة الجهوية للصحة في الداربي دفع أكبر بقرة خطيرة المغريبة جيرتها مرأة تحت الضغوطات وتحت الضرب وتحت المؤامرات وتحت الدسائس وأي حاجة ما يتوقف وقفت وأنا تحية لأختنا بلا رميلي في الضرب إذا كان يلك أطور في السحابة على مستوى الجهة اللي عندنا إذن اليوم هالنجاحات اللي كان حققها في مختلف الأسعيدة طبيعي أنها تتير الحنق النجاح اللي حققناه في ميث الأمازيغية واللي اليوم جاءوا تالي خربوا يركبوا عليه النجاح اللي حققناه بحققناه بالخطاب ولا بشعباوية حققناه بدفاع حقيقي على القضية داخل المؤسسات بإجراءة من موسى بالدفاع عن القانون التنظيمي باش يخرج بالطريقة باش يغاتل لحركة الأمازيغية بكذلك بفتح حواراً عن الجموعة من الأخوات والإخوة في الرموز لحركة الأمازيغية في جبال العمل السياسي الأمازيغية ولا في إطارات أخرى واللي اقتنعوا بنشر أحرار مدخلون معانا كيساهم معانا سواء من خلال مكتب السياسيين أو من خلال مجلس سواطاني وبانا كيساهم افتح هذا القرار هذا الشي كامل هو اللي خلناه مليون يجعلوها تشعرها ويبدو يجب دوجود للمنظمة مستقلة مع العلاقة بالحيث يهضروا على مليون قفا ويهضروا على أمور هذه شو معي بعض رجل قالوا أنه انشر مغالطات من هذا الشكل ولكن كيف مقلت؟ موعدين لنا سواء تلودان شمالياه من الموعدين لانتخابيا على المستوى الوطني شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم